ما بقى بقت هالة مشهورة بقى يعني بقيت تحسس بايه او ايه مشاعرك والله انا فخور بيها جدا طبعا لان هي هالة كمان يعني نموذج نموذج للفنان المحترم الراقي اللي بتخليك تحس كده ان فيه ريحة من الزمن الجميل مع هالة هالة بصراحة يعني مصدر فخر لنا عمتا يعني ان شاء الله يا رب تكون الكل معجب بيها زي ما احنا معجبين بيها كده وكل الانطباع عنها ممتاز زي ما احنا انطباعها احنا بصراحة فخرين بيها لان هي ملتزمة كل حاجة يعني هي ملتزمة التقاليد ومبادئ وكل حاجة يعني انشاء الله عليها انتي فضلت متمسكة بالحجاب وبصراحة انا مش انا شايفة انه كله على بعض الشكل كده متكامل يعني ومش مؤثر عليكي خالص بس هل مثلا جاتلك حاجات بصي هالة انتي مش هتعرفي تنجحي غير لو قلعت الحجاب ولبستي نبس مختلف وكذا جالك الكلام ده بقى كتير لا هو ده الكلام ده العام يعني يعني هو كان قليل اللي كان يقول لي يالله كملي مافيش مغنيات محجبات اه ما بالضبط يمكن حنان ماضي مؤخرا بس لكن اتحجبت لكن مفيش مطربات محجبات فهي يعني انا انا حسيت ان هو يعني الموهبة بتغلب كل حاجة والحمد لله وبعدين احنا كمان في بلد اصلا بلد الفنون بيطلع منك كل ما هو غريب وكل ما هو جميل وكل ما هو فليه ليه ليه ابقى شبه الناس طب انا ممكن امشي في سكتي يعني انا قصة اول ما تحجبت تحجبت تقريبا في تانية سنوية تقريبا فبابا قال لي هلا متلبسيهوش دلوقتي قلت له انا عايزة البسه وكان اول يوم رمضان قال لي أنا بقول لك تلبسوش دلوقتي لأن أنا ما عنديش بنات تقلع الحجاب تلبسيه وأنت عندك 80 سنة ما تلبسوش خالص لكن ما تلبسيش وتقلعي قلت له لا ما تقلعش حاجة قال لي أنا بقول لك ما عنديش بنات أنت تفاهم أنا بقوليه قلت له تمام بس من ساعتها وأنا متدفل لا لا مكملة لا والله بجد يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يتم دايما نعمته يعني أنا ما بحستش حتى أنه لو هو يا بقى لو الواحدة بقى مش محجبة بقى وكاد تنطلق كده لأنه أنا بنت طبيعية عن مثل بطنطط وبجر وبالحبوب بالضبط أنت حتى على المسرح طبيعية وحركاتك طبيعية ويعني حتى رأسك راقي وطبيعي بالضبط أنا بني أدمة طبيعية جدا يعني مش اللي هو بقى إيه قعدة بقى ما بصة ما بعملش حاجة أنا قام مش محجبة اللي هو البرفكت يعني لكن أنا حد الحمد لله أنا مبسوطة كده يعني أكيد كلنا عندنا بلاوي يعني بس أنا مبسوطة كده